نحن تتكلم عن العلاقات التاريخية ما بين الدولتين بكل تأكيد لها نعكاسات على حالة الانسجام وتوافق سياسي ما بين الدولتين وفي الوقت الراهن طبعا احنا كلنا بنشوف ما يحدث في المنطقة تحديدا ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة حالة التوافق دي ازاي ممكن تنعكس على هذا الامر يخطئ كثيرا وده شكرا لحضرتك على هذا السؤال اللي بينقلنا بالفعل المساحة اللي انا عايز اروح لها حسابات خاطئة وحسابات قائمة على تبني وجهات نظر على منصات التواصل الاجتماعي تضر كثيرا بمصالح الدولتين يمكن دي الزيارة التانية للرئيس عبد المجيد تبون عقب توليه الحكم في الجزائر عام 2019 للقاهرة الزيارة الاولى كانت عشرين اتنين وعشرين تدليلا على اهمية موقع جمهورية مصر العربية بالنسبة للجزائر كتنصيق في القضايا الاقليمية المختلفة التراشق على مواقع منصات التواصل الاجتماعي يمكن ان يضر كثيرا بالعلاقات بين الدول التي يجهلها الكثيرون الذين يتحدثون في هذا الامر على نحو يضر بمصالح الدولتين لما بنتكلم على التنصيق بين الدولتين التنصيق واضح والأسس واضحة بالنسبة للقضايا الفلسطينية لا تراجع عن اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لا تراجع عن منح الشعب الفلسطيني حقه في دولته وعصمتها الكدس الشرقية لا تراجع عن تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضايا الفلسطينية فيما يخص القضايا الأفريقية وهي القضايا الشائكة التي تنفجر من حولنا وتهدد الأمن القومي المصري والأمن القومي الجزائري على رأسها القضية الليبية وعلى رأسها القضية السودانية سؤالين في غاية الأهمية ويمكن يتضح التناغم والتواضح الواضح جدا في أليات الحل التي تقوم على احترام السيادة الوطنية للدولتين وأن هذه السيادة الوطنية للدولتين تقتضي أن يكون الحل داخلي الحل داخلي هو حل ليبي ليبي كما ورد على لسان الزعيمين بالأمس وحل ليبي ليبي يقضي بالتواصل إلى توافق بين كافة أطراف الليبية من أجل تهديئة الأوضاع والوصول إلى ما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق فيما يخص المسألة السودانية لا خلافة بين الدولتين على أن هذه الآزمة باتت تؤرق وتهدد الأمن في القرى الأفريقية ومن ثم لا حل إلا بإعادة الحوار بين كافة الفصائل من أجل التوصل إلى تسوية تقود إلى تهديئة الأوضاع في السودان الشقيق الأزمات المتفجرة ومن ضمنها الأزمة اللبنانية واضح جدا أن هناك توافق على أن الحل يكمن في القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر